احباي الكرام ابناء الطلبة اليوم لنا درس نعتقد انه من الدروس النافع لكم نجمع فيه بعضا من الاسئلة الواردة في السنوات الماضية الاسئلة الوزارية ونحاول ان نجيب عليها في مسعى مننا لتدريبكم على كيفية حل الاسئلة الوزارية اخترنا طبعا ابناء الكرام بعضا من هذه الاسئلة التي نرى انها ذات اهمية نبينها لكم ونعلمكم كيفية التعامل معها في الامتحان فتعالوا معنا لنقرأ بعضا منها ونحاول الاجابة عليها السؤال الاول الذي اخترناه يعود لعام 2019 ابناء الطلبة طبعا ننتقل الآن ابناء الكرام الى الفرعباء قال الشاعر طال البعاد وقلبي ليس يحتمل ما عاد لي في الهوى بعدكم امله هنا ابناء الكرام يطلب مننا ان نستخرج معمولي ليس كما تعلمون فان ليس فعل ماضي جامد يدخل على الجملة الاسمية ماذا يفعل يرفع المبتدأ اسما له يعني عمله عمل كان لكنه ينفي الكلام ليس اذا يأخذ اسما له مرفوع ويأخذ خبرا له منصوب تعالوا نبحث وين معمولي ليس طبعا هنا نعيد الكلام طال البعاد وقلبي ليس يحتمل اذا ليس فعل ماضي جامد اول معمول له وهو اسمه المرفوع ضمير مستتر تقديرا هو ليس هو على قلبي ليس هو يحتمل يحتمل هذا الخبر وهو جملة فعلية من فعل مضارع وفاعل الجملة الفعلية هنا ابناء الكرام تعرض في محل نصب اسم ليس طبعا هنا ايضا يطلب مننا ان نؤكد ان نؤكد ان نؤكد ان نؤكد ان نفي الوارد في الجملة جملة ليس طبعا هي ليس هنا تنفي الكلام كيف نأكد عندنا طريقتان اما بان ندخل حرف الباع على خبر ليس ونغير خبر ليس الى صيغة الاسم لا الجملة الفعلية فيكون الكلام عندنا ليس بمحتمل فبمحتمل هنا جار ومجرور في محل نصب في محل طبعا جار ومجرور هنا الباع زائدة ومحتمل اسم ليس مجرور لفظا منصوب محلا لانه خبر ليس طيب الامر الاخر كيف نأكد احنا اخذنا بالمؤكدات ابناء الكرام اننا نكرر الكلمة ذاتها مرتين فيتكرر عندنا فيتأكد عندنا الكلام مثاله جاء المدير المدير اضرب اضرب زيدا قام قام محمد هذه كل المؤكدات اذا ليس هنا نستطيع ان نقول هنا ليس ليس يحتمل فليس الثانية مؤكدة لليس الاولى وبذلك نؤكد ان في الوالد في هذه الجنبة جيم افنيت دهرا في انتظار احبتي فمتى الحبيب الى الحبيب يؤوب طبعا هنا ابناء الكرام هذا احد الاسئلة الخاطئة في سنة 2019 لطلبة الوزاري لاننا نتأكد ان المتمكنين في قواعد اللغة العربية منكم سيعلمون متى هنا خبر للمبتدأ مقدم وجوبا وهذا لا يصح ابناء الكرام فمتى هنا هي ظرف هي مفعول فيه اي ظرف وهي يسأل بها عن كامل الجملة الاسمية التي تأتي بعدها يعني عندنا جملة اسمية وهي قوله الحبيب الى الحبيب يؤوب يعني الحبيب يؤوب الى الحبيب بهذه الجملة من مبتدأ وخبر فاذا متى هنا ماذا نعرفها نعرفها مفعول فيه اي ظرف لهذه الجملة يسأل بها عن الجملة الاسمية هذا هو مثلا اعرابها طبعا هنا ايضا يقول استفهم عما تحته خط باداة استفهام مناسبة هو جعل لنا خط تحت في انتظاري هنا نستطيع ان نقول افي انتظار افي انتظار كم فيك انتظار هل في انتظار وهكذا هذا استفهمنا هذا ما يخص الفرع جيم ننتقل الى الفرع دال قال الشاعر وحولها النخل واخبية وحولها النخل حراس واخبية واعين ترقب الحراس في حذري ما نوع المتقدم وما حكم تقديمه ولماذا طبعا هنا ابناء الكرام حبائي هنا لدينا ما نوع المتقدم هنا عندنا وحولها النخل عندنا مبتدأ وخبر النخل مبتدأ وحولها ظرف هذا شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازا لا وجوبا لماذا جوازا ابناء الكرام لان الخبر اذا المبتدأ اذا جاء معرفة يتقدم خبره عليه جوازا لا وجوبا لو كان وحولها نخل يعني بدون تعريف النخل اصبح نكرة لأصبح الخبر حولها حولها واجب التقديم لكن لما جاءت اللي التعريف ودخلت على النخل جعلت من هذا التقديم تقديم الخبر على المبتدأ جعلته جائزا لا واجبا اذا التقديم هنا جائز لا واجب وكما علمنا فان تقديم الخبر جوازا على المبتدأ يفيد اغراض توكيدية للكلام طبعا احنا كما ذكرنا المبتدأ دائما من حقه ان يتقدم على الخبر لكن ابناء الكرام في اوضاع معينة يتقدم الخبر وجوبا وفي اوضاع معينة يتقدم الخبر جوازا من ضمن التي يتقدم فيها وجوبا وانا اعيد لان هذه تنفعكم كثيرا ان يأتينا الخبر شبه جملة المقصود يا ابنائي شبه جملة اما يكون مضاف او يكون جار ومجرور يعني تقول في الداري رجل هذا في الداري هذا جار ومجرور شبه جملة هنا وجب ان يتقدم الخبر ليش؟ هذا خبر طبعا في الداري ورمان عرب جار ومجرور نقول في محل رفعي خبر مقدم وجوبا ليش ابناء الكرام؟ لان المبتدأ جاء بعده نكرة العرب لا تستسيغ ان تتقدم النكرة بدون ان تخصص وبدون ان يسبقها نفي او استفهام في بداية الكلام لذلك يقدمون شبه الجملة عليها ويؤخرون المبتدأ النكرة الى ما بعد فيجوز فواجب ان تقول في الداري رجل ولا يجوز ان تقول رجل في الداري هذا الكلام ممتنع في اللغة العربية لكن اذا جاء المبتدأ معرفة اما محل بألف تعريف او اسم علم او ضمير لا يجوز ان يتقدم ويجوز ان يتأخر واذا تأخر او يتقدم الخبر فهو جوازا طبعا فهو لغايات توكيدي اطلنا في هذا الفرع لكن هو لفائدتكم يعني ها عندنا الفرع ها لا شيء لا شيء يستحق الانتظارة سوى مواقيت الصلاة بين حكم الاستثناء واعرب سوى طبعا ابناء الكرام الاستثناء هنا عندنا التام منفي ما المقصود بالتام ابناء الكرام ابناء احبائي اعزائي احنا عدنا استثناء تام واستثناء مفرغ وعندنا الاستثناء التام ينقسم الى قسمين فقسم منه يأتينا يسمى استثناء متصل تام واستثناء تام منقطع ايش؟ شوفوا التام هو ان تتواجد اركان جملة الاستثناء كاملة وهي المستثناء والمستثناء منه وادات الاستثناء اما هذا يسمى تام فاذا كان المستثناء من جنس المستثناء منه قلنا ان هذا الاستثناء متصل واذا كان المستثناء من غير جنس المستثناء منه يكون الاستثناء منقطع مثال ذلك جاء القوم الا حمارا استثناء منقطع لان الحمار مو من جملة القوم جاء القوم الا زيدا زيد هذا استثناء كام متصل لأن زيد هو من جنس القوم فهمنا المسألة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسه إذا قلنا أن إبليس لم يكن من الملائكة فهذا استثناء منقطع وإذا قلنا إبليس كان من جملة الملائكة فهذا أعوذ بالله من إبليس فهذا استثناء متصل هذا كله في جانب عندنا الاستثناء المفرر ما هو الاستثناء المفرر الاستثناء المفرر أن لا يذكر المستثناء منه ما جاء إلا زيد وإن المستثنى منه هو المفروض ما جاء القوم إلا زيد إلا زيتا لكن المستثنى منه محذوف هذا يسمى الاستثناء المفرق إذن هذا استثناء هنا لا شيء يستحق الانتظار سوى مواقع الصلاة فهنا عندنا استثناء تام هنا منفي أيضا ليش منفي لأن تقدمه حرف نفي طبعا نعراب سوى أبناء الكرام دائما قاعدة عندكم سوى اعربوها إما منصوبة على الاستثناء وعلى بالتصبها الفتحة في آخرة التي منع من ظهورها التعذر أو أن تقولوا نعربها منصوبة على البدلية يعني كون بدل من الانتظار المفعول به فإذن عندك أمرين عندك أمران إما أن تعربها مستثنى منصوب وإما أن تعربها بدل منصوب مما قبلها أو طبعا على البدلية مرات قبلها يأتي مرفوع فأنت تعربها على البدلية إذا جاء قبلها مرفوع تقول بدل مرفوع سوى تكون بدل مرفوع أو تريد تسلم راسك فد مرة تقول سوى أنا شلي به الدوخة هذه خل أعربها سوى مستثنى منصوب وأخلاص من هذه الدوخة إذن اللي يريد يعرب مستثنى منصوب صحيح وليعرب على البدلية صحيح كلهما صحيح واو قال الشاعر سقيا لدهر مضى ما كان أطيبه لو لا التفرق والتنغيص بالسفر قال ثمت تعجب أبناء الكرام ثمت غير ثمت يعني هناك ثم حرف عطف ثمت تعجب في البيت عينه ثم بين نوعه وصيغته طبعا التعجب هنا في قوله ما كان أطيبه هذه صيغة قياسية من صيغة تعجب أنتو كما تعلمون إحنا عدنا يعني قياسي تعجب قياسي وتعجب سماعي فمن ضمن التعجب القياسي هذه الصيغة ما أفعله ما أفعله وأفعل به الصيغة الثانية فما أفعله هنا ما كان أطيبه أما هذه كان لا الدخون بكانا لأن كان هذه زائدة شيلوها من الكلام رفعوها يصير الكلام ما أطيبه إذن هذه كان زائدة سواء يعني لا علاقة لها بصيغة التعجب الواردة طيب هنا نعم كان وهو تعجب قياسي على صيغة ما أفعله وكان الواردة بعدما كما ذكرنا هي زائدة هذا طبعا أبناء الكرام إجابتنا على السؤال الأول من أسئلة الامتحان الوزاري لعام 2019 نرجو أنكم قد فهمتوا مقصودنا من الكلام والشرح شكرا لكم واتمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق أبناء الكرام نكمل معكم بعض أسئلة القواعد لامتحان الوزاري لعام 2019 وذكرنا السؤال الأول وتكلمنا عنه الآن نتكلم ونشرح السؤال الثاني الوارد طبعا فيه عدة فروع هذا السؤال نبتدئ به فرعا فرعا الفرع الأول قال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون إذن هنا أبناء الكرام يطلب منا أن نبين أنواع ما التي وردت في هذا النص القرآني أعزائي الكرام لدينا مثلا أولى هذه الماءات لمه وأصلها ماء ودخلت عليها اللام فهنا الماء التي خفف ألفها طبعا تفيد الاستفهام لما تصدونه يستفهم لماذا يعني لماذا تصدون عن سبيل الله إذن هذه الماء الأولى استفهاميه الماء الثانية ما الله بغافل عما تعملون ما الله هنا هذه ماء أبناء الكرام التي تسمى بماء الحجازية وهي التي تعمل عمل ليسه لماذا لم نقل عمل كان مع أن ليس وكان متشابهات في العمل لأن ما هنا فيها النفي وكان ليس فيها النفي وإنما فيها الإثبات فأشبه شيء من أخوات كان على هذه الماء وليسه لأن فيه نفي ويعمل عمل هذه الماء إذن الماء أشبهت ليس هنا في أنها ترفع الأول وتنصب الثاني إذن عما يعني عن ما هكذا لكن أدغمت النون مع الميم فالماء الثانية ما العفو ما الله آسف نرجع على الماء الثانية ما الله هذه الماء أبناء الكرام كما قلنا هي تعمل عمل ليسه وهي تسمى ماء الحجازية تريد هذه الماء تتطلب اسما لها مرفوع وتتطلب خبر لها منصوب أو في محل نصوب ثالث واحدة عما هنا عما أبناء الكرام كون من عن وما عما هنا عما تعملون هنا موصولة إيش يعني موصولة؟ يعني عن الذي تعملون إذن ما إذا أحببتوا أن تعلموا هل هي موصولة أو غير موصولة ومن كذلك ضعوا بدلا منها الذي وانظروا ماذا يكون فإن تم الكلام فهي موصولة وإن لم يتم الكلام فهي إما نكرة وإما نافية وإما تكون شرطية وإما تكون استفهامية وغيرها هذا الفرع الأول بأجب عن أولا أو ثانيا أولا قال الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنا والمنة امدح ما أثنى عليه الشاعر بطريقة أخرى ثم أعرب المخصوصة بالمدح بعد الاستبدال طبعا هو مدح الجنة نعمة جزاء المتقين الجنة فإحنا سنستخدم طريقة أخرى وهي الطريقة السماعية في المدح وليست القياسية فنقول حبذا الجنة حبذا الجنة والجنة هنا أبناء الكرام تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة ثانيا قال الشاعر أنا مبصر وأظن أني نائم من كان يحلم بالإله فأحلما طبعا هو يقول لنا أن فيما تحتهما خط بفعل لنفي مع ذكر السبب الأولى أنا مبصر نقول أنا لست مبصرا أنا لست مبصرا نصبنا خبرها لأن ليس ماذا تفعل تنصب الخبر أبناء الكرام ويسمى اسمها طبعا هذه الجملة أنا لست مبصرا هنا ليست مؤكدة كيف نأكد هذه الجملة نؤكدها بالمثال الذي يأتي بعدها أو الجواب عن الفرع الآخر الذي يقول أني نائم أيضا ننفي هذه بفعل يفيد النفي وهو ليس فتقول أني لست بنائم هنا لماذا دخلنا حرف الباء الزائدة على خبر ليس لأن سبقتها إن المؤكدة المؤكدة فالجملة كانت مؤكدة فوضعنا الباء التي تفيد التوكيد في خبر ليس هنا جيم واحد أوضح الفرق في إعراب ما تحته خط معللا قال تعالى وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَبَيْنَا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى طبعا يعني أنا أرى أن هذا السؤال أعلى من مستوى طلبة الثانوية كان الأولى بوضعي الأسئلة لا يتوب بهذا السؤال كما أرى أن منهج اللغة العربية وقواعد اللغة العربية طلبة الثانوية لم يكن فيه المفعول لأجله من ضمن المواد التي ذكرت هذا أولا هنا طبعا ابناء الكرام ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله هذا هنا ابتغاء مفعول لأجله والتقدير وما تنفقون إلا لابتغاء وجه الله يعني مفعول لأجله هذا وأنتم ما مطالبين بالمفعول لأجله هنا أما الأخرى فهذه هي التي تخصكم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هنا ابتغاء منصوب على الاستثناء إذن هنا ابتغاء منصوب على الاستثناء مستثنى منصوب لأن إلا الواردة هنا أدات استثناء لا حصر هناك فرق ما بين أدات لماذا قلنا على الأول أنه مفعول لأجله السبب إلا التي جاءت قبله ليست حرف استثناء وإنما هي حرف حصر أو قصر كما يسمونه وحرف القصر لا يأتي بعدها مستثناء أبناء الكرام يأتي كلام آخر مقصور لكن الثانية إلا هنا كانت حرف استثناء فأكيد الذي يأتي بعدها يكون مستثناء فكان ابتغاء الثانية مستثناء منصوب جيم 2 يعني الفرع جيم السؤال الثاني ما أصغر الدنيا وأحقرها في جنب مالي الميت من عظمي اجعل التعجب القياسي تعجباً سماعياً لطريقة الاستغاثة ما أصر الدنيا هذا هنا عندنا تعجب قياسي كيف نجعله تعجب سماعي بصيغة الاستغاثة صيغة الاستغاثة مثل نقول يا للقوم وهكذا فنقول يا لصغر الدنيا يا لصغر الدنيا هنا حولناه من قياسي التعجب إلى السماعي وبهذا نكون قد أجبنا على السؤال الثاني بفروعه المختلفة نشكر لكم حسن استماعي وإلى اللقاء السؤال الثالث أعزائي الطلبة من أسئلة الوزاري لعام 2019 قال تعالى هذا الفرع ألف قال ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيزي الآن حصل حق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين سؤال أول طبعا هذا عندنا على الفرح ما إعراب اسم الاستفهام الوارد في النص معللا طبعا عندنا هذا قال ما خطبكن هاي الماء هنا اسم استفهام ما تقول لي حرف هذه ما حرف ما إما تجي اسم استفهام أو تأتي اسم شر أو تأتي عامل عمل ليس أو تأتي موصولة لها فلا تقول لي هذه ما حرف كذا لا هذا اسم مرسوم هكذا اسم يعرف في محل كذا إذن ما هنا اسم استفهام أسماء الاستفهام دائما مبنية أبناء الكرام فاسم استفهام مبني في محل ماذا في محل رفع مبتدأ هنا هل مبتدأ هل واجب التقديم أم جائز التقديم لا هنا واجب التقديم لماذا لأن أسماء الاستفهام أبناء الكرام لها الصدارة في الكلام يعني تصدر كانت خبر تمشي تصدر الكلام ما تحب تقعد لي ورا دائما تحب تصدر وتقعد بصدر الديوان فأسماء الاستفهام أبناء الكرام سواء كانت مبتدة أو خبر بل تمشي لما ازيح المبتدة لما ازيح القبلها تقول لها ارجع وراي أنا تصدر لي أنا اسم استفهام إذن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام أبناء الكلام الكرام دائما أسماء الاستفهام كثيرة مثل أين كيف متى وهكذا وما هذه فإذن هنا الماء هو اسم استفام ابنه في محل رفع مبتدأ مقدم وجوبا لأن اسماء الاستفام له الصدارة في الكلام هذا ما يخص الأول ثانيا ما إعرابنا تحته خط هو جعل خط تحت قوله تعالى من سوء طبعا هي الآية قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء تعالوا أبناء الكرام خلونا نرفع هذه المن شوفوا الكلام كيف يصير إذا رفعنا المن شوفوا بني ركزوا على المعاني قلنا حاش لله ما علمنا عليه سوءا ها إذن الكلام تام إذن هاي من هنا يا أبناء زائدة هذه إذن نعرب من هنا أبناء الكرام حرف جار زائد زين الورا شو أن نعرب هم زائد لا ما نعرب زائد ماذا نقول نقول سوء اسم مجرور لفظا منصوب محلا لأن محله هو مفعول به منصوب محلا لأنه مفعول به هذا دائما حروف الجر الزائدة هكذا تتعامل معها تقول حرف جار زائد الورا يجيك مثلا اسم مجرور لفظا مرفوع أو منصوب أو مجرور محلا هكذا تعرف إذن هنا من سوء من حرف جار زائد سوء نسم مجرور لفظا منصوب محلا لأنه مفعول به ثالث الأسئلة على هذه الآية على الفرع ألف استخرج التوكيد بالقصر وبين نوعه طبعا احنا عدنا القصر القصر وهو أن يتقدم هنا القصر وهو أن يتقدم مثلا الخبر على مبتدائه أو يتقدم الظرف على جملته أو المفعول به على جملته وعلى فعله ويكون تخصيصا أو قصرا سميه ماشد هنا لدينا أبناء الكرام عندنا الظرف الآن الآن كما ترون تقدم على فعله حصحص الحق يعني معنى الكلام حصحص الحق الآن هكذا فتقدم المفعول فيه أبنائي إذا قلنا المفعول فيه المراد به الظرف اتبهوا إذا قلنا المفعول فيه يعني هو الاسم الثاني للظرف موده أخ أنت شوف شنو هذا انه طلع لي مفعول فيه وهناك مفعول به وهناك مفعول لأجله وهناك مفعول مطلق لا ابني المفعول فيه هو نفس الظرف يعني تحب تقول ظرف وتحب تقول مفعول فيه راحتك إذن هنا تقدم المفعول فيه أو الظرف الآن على فعله حس حس وتقدم الظرف على فعله يفيد التوكيد هذا يفيد يفيد التوكيد كيف تحت يا بند هذا تحت بند هنا نقول نوع القصر هنا تقديم ما من حقه التأخير تقديم ما من حقه التأخير يعني الخبر يكون مؤخرا فقدمناه جوازا هنا نقول لك أنه هذا قصر ليه لأنه تقديم ما من حقه التأخير هو حقه أنه يتأخر عن المتدأ كذلك المفعول فيه من حقه التأخير عن فعله لكن قدمناه هذا ما يسمى بالقصر وهو أحد المؤكدات التي يؤكد بها كلام العربية هذا أنهينا السؤال ألف نجي على باء من السؤال الثالث قال الشاعر فأين من زفراتي من كلفت به وأين منك ابن يحيى صولة الأسد يقول لك اعرب اسم الاستفام في صدر البيت موثقا طبعا أبناء الكرام كما قلنا أن أسماء الاستفام دائما تأخذ صدر الكلام ما تقبل تقعد ليه دائما هي قائدة لا مقودة هنا أين أبناء الكرام في الحقيقة فأين من زفراتي من كلفت به أصل الكلام من كلفت به أين من زفراتي إذن أين خبر مقدم وجوبا ليش وجوبا لأن أسماء الاستفام لا صدر في الكلام هذا سبب تقديمها طيب نعم وجوبا وأيضا الأمر الآخر أن أين قد جاء بعدها أيضا اسم معرفة وين اسم المعرفة من ابناء الكرام هذه معرفة من إذا جاءت موصولة معرفة إذا جاءت اسم استفام فهي معرفة إذا جاءت اسم شارت فهي معرفة فهي معرفة هنا من وهو المبتدأ معرفة من كلفت به طيب هنا بمعنى الذي يعني من موصولة جيم أكملنا الفرعباء على جيم قال الشاعر أحبك يا شمس الزمان وبدره وإلا من فيك السهى والفراقد قدم المفاعل المتأخرة وجوبا مع بيان الغرض من التقديم يطلب منها أن نقدم المفاعل المتأخرة ونجعلها متقدمة وجوبا ونبين الفائدة أو الفائدة من هذا التقديم مثلا عندنا هنا ابناء الكرام أحبك يا شمس الزمان وبدره وإلا من فيك السهى والفراقد سأرح تصير أحبك يا شمس ستكون إياك أحبه فقدمنا المفعول به أحبك الكاف هذه كانت مفعول به هنا قدمناها شو نقدمها؟ نعملها ضمير منفصل عندنا أحنا أبناء الكرام في بعض الزمار ضمار رفع لا تأتي إلا مرفوعة يعني تأتي إما تكون نائبة عن الفاعل نائبة عن الخبر نائبة عن كذا وعندنا ضمائر للنصب فقط وأبسط مثاله وقوله تعالى إياك نعبد هذا ضمير إياك وجماعة إياك هذه ضمائر نصب تسمى لأن تعرب منصوبة فإياك مفعول به هنا إياك أحب إياك مفعول به مقدم وجوبا لماذا مقدم وجوبا؟ لأن إياك هنا إذا أرجعناه سيتحول الضمير من ضمير منفصل إلى ضمير متصل وإحنا نريده منفصل ما نريده متصل إذا واجب أن يتقدم ماذا ينفع هنا تقديم المفعول به؟ ينفع أبناء الكرام هنا عندنا التوكيدة والتخصيص يعني إياك نعبد خصصنا العبادة لله لا يجوز لغير الله أن يعبد لماذا؟ لأن قدمنا المفعول به الذي هو ضمير النصوية الثانية إيايا لامة أيضا تفيد التوكيدة والتخصيص بهذا نكون قد أنهينا أسئلة القواعد الواردة في الأسئلة الوزارية لعام 2019 شكرا لكم وإلى اللقاء عزائي طالبا نتحول الآن إلى مادة الأدب من ضمن الأسئلة التي وردت لعام 2019 وردت بعض الأسئلة التي تخص الأدب العربي تعالوا لنحاول الإجابة عليها طبعا يقول الفرع ألف لمصطفى جمال الدين قصيدة في منهجك المقرر ما عنوانها وما مناسبتها وبما امتاز شعره استشهد له ببيتين منها مضبوطة بالشكل طبعا عنوان القصيدة هنا بغداد أما سبب تأليفه سبب تأليفه لهذه القصيدة فهي نوع من التحية لبغداد في ذكرى ألفيتها طبعا في عيدها الألفي طبعا هو مميزات شعر أبناء الكرام ويمتاز بجودة الصياغة ورقة الأسلوب وجمال الصورة ومفردته الشعرية طيعة بين يديه يعني هو لا يتكلم وإنما يخرج الشعر برقيقا من سابا منه بدون أي تكلف طبعا هو يشيها بأبهى الألوان البلاغية والصور الشعرية العالية جدا من اخترنا لكم هذين البيتين وهما من أديات المقدمة في القصيدة بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت ووريق عمرك أخضر مرت بك الدنيا وصبحك مشمس ودجت عليك ووجه ليلك مقمر طبعا هذين البيتين هما في مقدمة قصيدته الجميلة جدا حول بغداد الفرعباء أجب عن أولا أو ثانيا احنا سنجيب عن كليهما أولا بلغت الخطابة ذروتها في عصر النهضة الحديثة طبعا هذا من الأسئلة المشكلة لأن في الكتاب في منهجكم الخطابة بلغت ذروتها في العصر العباسي ولم يرد في الكتاب كله أنه بلغت ذروتها في عصر النهضة بل قال أنها عادت إحياء نفسها وتطورت في عصر النهضة ولم يرد الخطابة كثيرا جدا في عصر النهضة بسبب انتشار الصحافة بسبب انتشار أيضا الإذاعات والتلفزيونات وسائل العلام المرئية وغير المرئية وكذلك أيضا لسبب بسيط هو أنه قد استحدثت أو استجدت بعض الأمور التي تستدعي الخطابة فالمحاكم وجدت ما يسمى بأدب المحاكم وهو خطابة المحاكم عند المحامين والادعاء العام وغيرها وكذلك مواضيع الخطابة القضائية هذه طبعا من الأمور المهمة جدا لم تكن معروفة عند الأوائل فلذلك تطورت الخطابة كثيرا جدا في عصر النهضة حتى يومنا هذا لكن العصر الذهبي المذكور عندكم وبلغت ذروتها كما مذكور في الكتاب هو في العصر العباسي وهذا من الخطاع التي وقعت فيها لجنة واضعية أسئلة الامتحان الوزاري ثانيا ما حال الأدب في عصر التدوين وفيما تمثل أثر ذلك طبعا عصر التدوين أبناء الكرام يعتبر هو العصر الذهبي لتطور الأدب العربي طبعا ازدهرت فيه الفنون جميعا ومالت إلى التجديد بإيش بقت بناء القصيدة العربية كما هو بقى لكن التجديد في المواضيع في الأغراض في الصور الشعرية أصبح جديدا وغيرها طبعا أكملنا با الآن لا زلنا في هذا السؤال لكن الفرع جيم أولا كيف كان خطاب فدوى طوقان لوطنها وعلى محثته طبعا هي خطابها كان خطابا مباشرا فدوى طوقان يعني لم يعني كانت مباشرة في كلامها لم تجامل ولم تتكلم دبلوماسيا وانما كانت تخاطبه خطابا مباشرا كخطاب الإنسان لأخيه الإنسان مباشرة بدون أن توري أو تكني في ذلك طبعا هي حثته من ضمن ما حثته حثته على الصبر لأن كان في ظنها أن الأيام هي كفيلة بانتهاء هذا الاستعمار إلى غير رجعة كما انتهت الاستعمارات الأخرى في مشارق الأرض ومغاربها ثانيا من نفس الفرع بما يستعرض الكاتب علي جواد الطاهر تجربته في الكتابة وبماذا يعترف طبعا هو كان يستعرض عن تجربته في الكتابة منذ عودته من فرنسا حيث كان يدرس في السوربون إلى بغداد وكتابته في الصحافة كان يستعرضها هذه وكان يعترف أيضا بأنه استفاد من طلابه سواء طلاب الثانوية أو طلاب الجامعة الشيء الكثير وكان يبجل القراء ويحترمهم ويستفاد منهم هذا باعترافه هو طبعا هذا أبنائي الكرام أسئلة حل السؤال أو الفرع الثاني من الفرع جيم لدينا يا أبناء العزاء الآن أحد أسئلة الامتحان الوزاري لعام 2020 ونبدأ بأسئلة القواعد والنحو لأن الطالب دائما ما يميل إلى هذه الأسئلة فهي التي تعتبر عقدة عنده في الحقيقة وإن شاء الله لا توجد أي عقدة لكن فقط انتبهوا علينا واستفادوا من الشرح الذي مع حل الأسئلة ربما لا تجدونه في مكان آخر أولا قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دل على المتقدم وبين حكمه والسبب طبعا لكل امرئ هنا خبر مقدم ليس وجوبا وإنما جوازا لماذا؟ صح المبتدأ جاءنا نكرة وإذا جاء المبتدأ نكرة وخبر شبه الجملة يجب أن يتقدم لكن هنا جاءت النكرة مخصصة جاءت الجملة التي بعدها يغنيه كصفة لهذا الشأن فإذا هنا نكرة مخصوصة أو موصوفة فإذا وصفت النكرة جاز أن يتقدم الخبر عليها جوازا لا وجوبا باء قال الشاعر فمتى يكون نجاحنا؟ فأرى هنا زهوى اللقاء بأحبتي ومرادي حدد اسم الاستفهام وعربه ذاكرا السبب طبعا هنا ابناء الكرام متى هو اسم الاستفهام وكما ذكرنا أن متى وكيف وأين ومن وما اسماء الاستفهام تتقدم حتى لو كانت مفعول به حتى لو كانت خبر لي كان التي بعدها حتى لو كانت لا يجب أن تتقدم بأن اسماء الاستفهام له الصدارة في الكلام إذن متى هي اسم الاستفهام؟ مبني في محل نصب خبر للفعل الناقصي يكون هنا يكون فمتى يكون يعني يكون نجاحنا متى؟ هكذا فمتى هنا خبر مقدم وجوبا لأن اسماء الاستفهام له الصدارة في الكلام هذا بالنسبة للفرع باء فرع جيم قال الشاعر وليس لنا صحب يطيب صالهم إذا اشتد عصف الدهر إلا الصادق هنا طبعا دل على معمولي ليس ثم أكد نفيه طبعا وليس لنا صحب وليس صحب لدينا فهنا صحب يطيب هنا صحب هو اسم ليس مؤخر جوازا أيضا لذات السبب الذي ذكرنا الجواب عن السؤال السابق لأن الجملة التي بعده يطيب أصبحت صفة لهذا الاسم صحب يطيب وصالهم وما دام النكرة جاءت موصوفة أو مخصصة جاز أن تتأخر وجاز أن تتقدم المعمول الثاني ليس يعني الخبر هو شبه الجملة اللام والنا لنا هذه شبه الجملة تعرب في محل نصب خبر ليس إذن صحب اسم ليس مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على أخيذي أو تنويه الضم الظاهر على أخيذي كيف نؤكدها؟ طبعا نؤكدها بإضافة حرف الجر الزائد على من؟ على خبرها؟ لا على اسمها لأن الخبر هو حرف جر واسم مجرور كيف نضيف له حرف جر؟ إذن يجوز أن نضيف نؤكدها بإضافة حرف الجر من الزائدة على اسمها صحب فيكون لدينا هنا قولنا ليس لنا من صحب من كيف نعربها؟ ليس فعل ماضي جامد طبعا ناقص هو أكيد لنا جار ومجرور شبه جملة في محلي نصبي خبر ليسه من حرف جر زائد صحب اسم مجرور لفظا مرفوع محلا فهمت هذه؟ لأن هذا من حرف جر زائد مواصلي إن يكون حرف جر زائد نعرب ما بعده على أنه مجرور لفظا ونعربه حسب محله الأصلي فهنا من صحب أصلها صحب فمن هنا حرف جر زائد صحب اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه اسم ليسه ها قال الشاعر ومجدك تقوى الله للمنصب للمنصب الذي تنال وهل تبقي الليالي سوى الذكر هنا ما نوع لا ثم أظهر النفي مستخدما أداة تنفيذ فعل المضارع وتقلب دلالته إلى الماضي المتصل بالحاضر طبعا هنا عندنا ومجدك تقوى الله للمنصب مرت علينا في العطف أبناء الكرام ولا هنا تفيد العطف وهي تنفي ما بعدها وتثبت ما قبلها هنا يعني إذا ردنا أن ننفي المضارع الفعل المضارع تناله نجعلها هكذا لم تنله فهذا ماذا فعلت لم لماذا نقول حرف قلب أبنائي ركزوا على هكذا لماذا نقول حرف قلب على لم حرف جزم وقلب لأنها تقلب الحدث حدوث الفعل من الزمان المضارع الفعل كان مضارعا مثل هنا تناله أو تناله الذي تناله هنا كان فعل مضارع تناله يفيد الحال والاستقبال من نجيب لم لم تنله شوف كأنه حولت الفعل من زمان الفعل المضارع إلى أن لفت حدوث الفعل في زمن الفعل الماضي إذن هذا قلبت حدوث الفعل من المضارع إلى الماضي فلذلك نحن نقول أنها حرف قلب لأنها تقلب زمان حدوث الفعل واو قال الشاعر ونفسك أكرم في المواطن كلها ولا ترضيها في موطن السوء والشر من الشطر الأول يعني ونفسك أكرم في المواطن كلها قدم المفعول به على فعله وجوبا بطريقتين مع ذكر الغرض طبعا ونفسك أكرم هنا تستطيع أن تقول نفسك فأكرم من وضعنا هذه الفاء هنا أصبح أكرم في جواب في جواب أما الشرطية وهنا لما يكون في جواب أما الشرطية وجب أن يتقدم مفعوله هنا فتقدم نفسك لأن نفسك هي هنا مفعول به مقدم وجوبا إذا جئنا بالفاء ودخلناها على فعل الأمر على تقدير وجود أما الشرطية يعني التقدير أما نفسك فأكرم هكذا الثاني أن نأتي بأما الثانية التفصيلية تسمى أما التفصيلية إيش أما؟ يعني أما التفصيلية تذكر تقول أما زيد فأكرم وأما عمرا فكذا هذه تسمى أما التفصيلية ومثالها أما نفسك فأكرم وأما الشر فأبعد هنا أيضا وجب تقديم المفعول به لأنه وقع بعد أما التفصيلية مباشرة وفعله واقعا في جواب طبعا هنا فائدة التقديم في المثالين هو التوكيد والعناية ومزيد من الاهتمام الغرض من التوكيد التوكيد والعناية ومزيد الاهتمام زي ألا يا حمامل إي كمالك باكيا ألا يا حمامل أي كمالك باكيا أفارقت إلفا أم جفاك خليل هنا بماذا اختصت الهمزة وهل يجوز استبدال هل بالهمزة ولماذا استفهم بها نعم هنا الهمزة يستفهم بها عن استفهام تصوري حقيقي بينما لا يجوز استبدال الهمزة بها لأن الهمزة يستفهم بها عن الاستفهام التصوري الحقيقي وهل يستفهم بها عن الاستفهام التصديقي فقط ولا تصلحنا لأن هنا لدينا لدينا هنا استفهام تصوري حقيقي أجب عن أولا وثانيا أولا قال الشاعر أن يكون للليل حزنك منتأى ومتى يكون لشمس سعدك مطلع ما دلالت أن وما إعرابها ولماذا طبعا هنا أن تدل على الزمان وتعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان ليش لأن الفعل اللي وراها الناقص استوفى خبره لو ما مستوفى خبره كان قلنا أن أي هنا هي الخبر لكن لما استوفى خبره يعني أخذ اسمه وخبره نعرب أي هنا على أنها مفعول فيه أي اسم زمان أو ظرف زمان ثانيا قال الشاعر فلا تجعل الإحسان في غير أهله فما ذاك من خير سوى أنه شر ظل ضع إلا بدل غير ثم بين حكم الاستثناء في الشطر الثاني طبعا فما ذاك من خير أول شيء خلونا نضع إلا فيكون فلا تجعل الإحسان في غير أهله يكون إلا في غير أهله إلا العفو إلا في أهله لا تجعل الإحسان إلا في أهله بدلنا غير بإلا أسه يطلب مننا سوى في الشطر الثاني فما ذاك من خير سوى أنه شر ما نوع هذا الاستثناء هذا الاستثناء تام منقطع منفي أولا منقطع لأن الشر ليس من جنس الخير هذا واحد وثانيا لكونه تام لأن المستثناء منه مذكور لم يحذب وكونه منفي لأنه سبق بأداة نفي فما ذاك فما ذاك جيم أجب عن اثنين واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ممن نوى الخير فاعله وشر ممن نوى الشر مرتكبه دل على الخبر المقدم وبين حكم تقديمه والسبب طبعا الخبر هنا خير أول كلمة برد في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير هنا يعرب على أنه خبر مرفوع بالضمة الظاهر على آخر مقدم وجوبا خبر مقدم وجوب ليش خبر مقدم وجوبا لأن كما ترون فإن المبتدأ فاعله اجتمل على ضمير يعود على بعض الخبر اللي هو الهاء هنا فاعله هذا الهاء ضمير يعود على بعض الخبر فلا يجوز أن يتأخر الخبر وإلا لعاد الضمير على متأخر رتبة ولفظا وهذا مكروه مستكرة في اللغة العربية طيب ثانيا قال الشاعر كأن لم يمتحيون سواك ولم تقم إلا عليك النوائح ما حكم الاستثناء في الشطر الأول معللا وما إعراب سوا طبعا حكم الاستثناء هنا استثناء تام متصل منفي لم يمتحيون سواك لأن سواه هو أيضا من الأحياء والمستثناء منه الأحياء فإذا هو من نفس الجنس يعني لم يختلف فقلنا بأنه استثناء متصل وتام لأن المستثناء منه والمستثناء مذكوران فإذا هذا استثناء تام غير مفرغ يعني وقلنا منفي لأن هنا لم يمت لم هنا نافية فسبقت جملة الاستثناء بلم النافية فقلنا أنه استثناء منفي طبعا هنا يقول أعرب سواك كيف تعرب سواك سواك كما مر بنا ونعيد تكرارها مرة ثانية أبناء الكرام عندكم حالتين لإرعاب سواك الحالة الأولى وهي الأسلم وأبرد الرأسكم أنك تعرب سوا منصوبة على الاستثناء وتخلص من الدخل الثانية أنك تعرب سوا على البدلية إيش؟ يعني ما قبلها كان مرفوعا تكون هي مرفوعة كبدل لتلك الكلمة التي قبلها وإذا كان ما قبلها مجرورا تعربها أنها بدل من مجرور لتلك الكلمة التي قبلها المجرورة وإذا منصوب منصوب لكن اشتردوا نبدو أخت الرأس أخذوا عليكم بالأمور السهلة الأمر السهل عندكم أنكم تعربونها منصوبة على الاستثناء وابوك الله يرحمون الله طيب قال الشاعر هاي ثالثا قال الشاعر وَلَا تَ وَقْتِ هُرُوبٍ فِي مَا تَخَيَّرَ دَهْرِي دُلَّا عَلَى أَدَاتِ النَّفِي ثُمَّ قَدْرِ الْمَحْذُوفِ وَاسْتَبْدِلْهَا بِفِعْلٍ لِلنَّفِي وَغَيِّرْ ما تراه مناسبا طبعا هنا وَلَا تَ وَقْتِ هُرُوبٍ هنا عندنا النفي هي كلمة لا تَ نفسها يعني لا وقت هروب فإذا لا تَ هنا هي أداة نفي هذه أساسا ماذا يريد الآن أداة النفي ثم قدر المحذوف المحذوف هو اسمها وَلَا تَ الْوَقْتُ وَقْتَ هُرُوبٍ إذن الوقت هو المحذوف وهو اسمها نعم هنا قال استبدلها بفعل للنفي وغير ما تراه مناسبا نستطيع أن نقول ليس الوقت وقت الهروب ليس الوقت وقت الهروب وبهذا يعني أبدلنا لاتة بفعل نفي الذي هو ليسه أيضا أبناء يا حبائي الكرام من ضمن أسئلتي سنة 2020 لقواعد اللغة العربية لطلبة الصف السادس الثانوي لدينا هذا السؤال وتعالوا لنشرح هذا السؤال ونجيب عليه فأرجو منكم الاستماع والإنصات ومحاولة فهمي الكلام الذي يرد فيه يقول السؤال فرع الف قال تعالى لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب دل على النفي في الآية الكريمة مبينا أسلوبها طبعا هنا أبناء الكرام النفي الموجود هو نفي ظن وهو النفي بأداة الشرط لو لأنها حرف امتناع وحرف الامتناع هنا يفيدنا النفي الظن فإذا الأسلوب هنا أسلوب الشرط كان النفي بأسلوب الشرط هذا ألف باء أجب عن أولا أو ثانيا أولا قال الشاعر فكم سعيا سعيت وأنت كفء وقد كنت المكلف بالسداد أبناء الكرام طبعا هو يطلب مانع كم وما عرابها ولماذا طبعا احنا عدنا كمين كم الخبرية وكم الاستفهامية كم الاستفهامية كلهما تتقدم طبعا كم الاستفهامية يأتي تمييزها منصوب هنا كم سعيا إذن هذه كم هنا استفهامية وليست خبرية طيب ما إعراب هذه كم هنا كم هنا تعرب اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول مطلق لماذا مفعول مطلق؟ لأنه قد جاء بعدها مفعول مطلق ما هو المفعول المطلق؟ المفعول المطلق أبناء الكرام هو المصدر المنصوب تأكيدا لعامله ضربت ضربا فالضرب هنا ضربا الضرب هنا مفعول مطلق لأنه مصدر منصوب يأكد الضرب الفعل اللي بيه ضرب ضربت ضربا أكلت أكلا سرت سيرا نمت نوما وهذا المفعول المطلق فإذا جاء بعدها مفعول مطلق فتعرب على أنها منصوبة في محل فتعرب على أنها في محل نصب مفعول مطلق طبعا هنا والدليل أيضا على أنها مفعول مطلق أن سعيا منصوب بفعل من لفظه سعيت سعيت سعيا فكم سعيا سعيت هذا هو المفعول المطلق هكذا يكون وهو أن يأتي المصدر من نفس لفظ عامله مؤكدا له أو مبينا لنوعه أو عدده ثانيا قال الشاعر ولا ملذات باق صف زهوتها إذا خيمت في الدنى كل الحماقات ما نوع لا وما إعراب ما تحته الخط إحنا لا العاملات ليست المهملات النافية عندنا لا أين لا وحدة تعمل عمل ليس وكان وأخواتها تفيد النفي لكنها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبر لها كليس بالضبط هذه تسمى لا العامل عمل ليس الثانية عندنا تعمل عمل إنه بالعكس مقلوب تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر ماذا تسمى هذه تسمى لا النافية للجنس طيب ليش سموها نافية الجنس ذيك اللا الأولى هم نافية ليش ما قالوا نافية الجنس لأن اللا الأولى لا ترفيه جنس الشيء ابناء الكرام يمكنك أن تستدرك عليها تقول لا طالب في الصف ممكن أن تستدرك إلا واحدا لكن النافية للجنس من تقول لا طالبا في الصف انتهى بعد لا يمكن أن تستدرك عليها لأنها نفى الجنس الطلبة إذن هنا لا هذه نافية للجنس إعراب ملذات باق ملذات اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة نابت عن الكسرة نابت عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم جمع المؤنث السالم ابناء الكرام تنوم الكسرة عن الفتحة في النصب طيب باقن باقن خبر خبر لا النافية للجنس مرفوع حلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة والتي عوضت بتنوين يسمى تنوين العوض الآن الفرع جيم سؤال أول قال ويسألونك ماذا ينفقونك للعفو هنا طبعا أعرب ماذا موحدة مع ذكر السبب طبعا هنا ماذا ابناء الكرام تعرب على أنها اسم استفام طبعا إذا فصلناها تعرب مبتدأ وخبر لكن إذا جمعناها ماذا مو ما ثم ذا لا إذا جمعناها ماذا هنا تعرب على أنها اسم استفام في محلي نصب مفعول به مقدم وجوبا ليش نعيد ونسقل عليكم وعلى مسامعكم أن اسماء الاستفام لها الصدارة في الكلام فهي مفعول به للفعل يعني ينفقون ماذا هذا معنى الكلام فماذا هنا واقع في محلي نصب مفعول به للفعل ينفقون ثانيا قال الشاعر هل كان حول محمد من قومه إلا صبي واحد ونساء كيف توجه إعراب المستثنى ولماذا طبعا يعرب المستثنى على أنه هنا فاعل هل كان حول محمد من قومه أحد فأحد لم يذكر المستثنى إذا صبي حل بمكان المستثنى الغائب لأن الاستثنى مفرق فنعرب صبي على أنه فاعل ل نعم اسم كان آسف اسم كان مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره والاستثنى استثنى مفرق فاسم كان محذوب وهذا الاستثنى المستثنى حل محل اسم كان فهو اسم كان لا زلنا أو ما زلنا في أسئلة سنة عشرين عشرين الوزارية لكن الآن ننتقل إلى أسئلة الأدبي العربي يقول هذا السؤال فرع علف شاعر عراقي أتعبه السفر عمل بالصحافة وكانت لبيئته النجف الأشرف أثر في سقل موهبته الشعرية من الشاعر وما عنوان قصيدته اكتب له ثلاثة أبيات منها مضبوطة بالشكل يعني يطلب منا أن نعرف بهذا الشاعر من هو ونكتب عنوان القصيدة ثم نذكر ثلاثة أبيات طبعا الشاعر هنا كما تعرفون هو محمد مهدي الجواهري شاعر العراق الأكبر بعد الرصافي وبعد الزهاوي عنوان قصيدة أرح ركابك هو يقصد نفسه يعني لكثرة ترحاله وسطره من ضمن ما قال سبع توهمتها سبعين لا كدرا لكن لحاجتها القصوى إلى كدري ويا ملاعب أتراب بمنعطف من الفرات إلى كوفان فالجزري ويا دجلة الخير ما هانت مطامحنا كما وهمنا ولم نصدقك في الخير هذا ما يخص الفرع أول والألف والذي يدور حول الشاعر الجواهر الفرع أجب عن أولا أو ثانيا أولا علل تسمية أبولو بهذا الاسم ثم اذكر من مؤسس هذه الجماعة وبما تأثر ومن الذي حواه شعره الرمانسي طبعا أبناء الكرام هذه أبولو مدرسة في الشعر حاولت التجديد ظهرت في مصر وحاولت التجديد وظهرت بعد جماعة الديوان وكانت لها مساهمات في التجديد الشعر العربي في القرن العشرين هذه الجماعة طبعا تأثرت بالأدب الإنجليزي بوجه الخصوص وبالرومانسية الطاغية في الأدب الإنجليزي فأخذوا هذه الرومانسية من الأدب الإنجليزي إلى الأدب العربي طبعا سميت أبولو نسبة إلى الصحيفة التي كانوا يصدرونها في القرن العشرين عام 1932 باسم أبولو نعم الشاعر المصري الذي أسسها وشاعر مصري اسمه أحمد زكي أبو شادي أبو شادي هذا ابناء الكرام ذهب إلى بريطانيا يدرس فتأثر جدا بالأدب الإنجليزي وما يخص الرومانسيات التي فيه فراد أن ينقل هذه الصورة إلى الأدب العربي فاشتهد في هذا كثير وأصبحت له مدرسة ومقندين وشاعت مدرسته كثيرا طبعا هو تأثر بالأدب الرومانسي الإنجليزي كثيرا احتوى شعره عواطف جامحة ومشاعر جميلة وأخلا وأحلام وروح إنسانية وولعب الطبيعة هذا بالنسبة للسؤال الأول من هذا الفراغ ثانيا متى استعاد الشعر العربي قوته وبما اقتنضت النهضة وبما اتسمى وبماذا امتزج طبعا استعاد الشعر العربي قوته في عصر النهضة الأدبية على يد ما يسمى بمدرسة الإحياء ومن أمثال محمود سامي البارودي ومعروف الرصافي وأحمد شوقي وغيرهم من كبار الشعراء الذين أحيوا الشعر العربي وأحيوا قوته من جديد طبعا استعاد اقترنت محاولات اقترنت محاولات احيائه بمحاولات جادة للتجديد والتغيير في لدى الشعراء لكن التجديد والتغيير لدى هؤلاء الشعراء لم تكن على مستوى بناء القصيدة وإنما كانت على تجديد الأغراض والصور الشعرية من سماته في هذه الفترة أنه اتسمى بمحاولة احياء الشعر العربي على أصوله المعتبرة أصوله القديمة التي كان فيها قويا في العصر الجاهلي والإسلام والأموي ثم العباسي وأيضا اتسمى بظهور المدارس الشعرية مدرسة الإحياء مدرسة المحافظين مدرسة أبولو ومدارس مدرسة المهجر مدارس كثيرا مزج الشعراء وبماذا امتزج يعني في العصر النهضة امتزج الشعراء في عصر النهضة مازجوا بين القديم والجديد هذا ما يخص الفرعباء جيم ما الموضوعات التي طرقها شعراء المهجر وما كان لديهم وعما عبروا وكيف كان شكل قصائدهم طبعا هما طرق شعراء المهجر موضوعات الحياة الجديدة لديهم المستقات من بيئتهم التي كانوا يعيشونها في بلاد المهجر سواء المهجر الشمالي أو المهجر الجنوبي طبعا من الأمور التي امتازوا بها كان لديهم الشعر الفلسفي والشعر التأملي والشعر الاجتماعي الشعر الفلسفي كنت ترونه طاغيا في شعر إيلي أبو ماضي وفي شعر مخايل نعيمة وفي شعر طبعا أيضا عندنا جبران خليل جبران وإن كان شعره قليل طبعا هما حملوا هنا همومة أمتهم وقضايا أمتهم وهمومة في غربتهم أما شكل القصيدة فقد تلاعبوا بالأوزان تلاعبا كبيرا جدا بطراق متعددة وواسعة وجعلوا القصيدة الواحدة أوزانا مختلفة وأسموا هذه الطريقة بمجمع البحور لا زلنا في الأسئلة الوزارية لعام 2020 وقد شرحنا أجبنا عن السؤال السابق في الدرس السابق وهو كان يتكلم حول الأدب العربي الآن أيضا لدينا هذا السؤال وأيضا في الأدب العربي لا في القواعد وطبعا فيه عدة فروع الفرع لأول ألف ما ما اسم قصيدتي عبد القادر رشيد الناصري مثل لها بأبيات تناسب الأفكار أدنى سيعطينا أفكار أدنى يجب أن نأتي بالأبيات الخاصة بها طبعا هي القصيدة كانت النخلة سلطانة الشجر وأول شيء أراد النخلة أحب لقلب الشاعر الذي ذهب أكثره أين البيت الذي يعطي هذا المعنى قول شاعرنا الناصري أحب أنتي لقلب ذاب أكثره من كل وارفة عدت من الشجر هذا هو البيت الذي يدل على أحب شيء على قلبي هي النخلة ثانيا أعطي لنا بيتا يعطي هذا المعنى النخلة كالأشريعة على الضفاف وكالأعشاش في القفار نعم هذا المعنى نجده في القصيدة في قوله إذ هن في الضفة الخضراء أشريعة وهن في القفر عش الطائر الحذري ثالثا النخلة تخاطب الفرات وتذكره بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي شرفها عن سائر الشجر فقال له في بيت يحاكي هذا الأمر قال أنت الفرات وإني النخل شرفه ما أورد المصطفى المختار من خبري هذا فيما يخص هذا الفرع الذي هو الفرع ألف أما الآن فننتقل للحرف الفرع باء وفيه علل لإثنين فقط نحن سنجيب عن جميع الأسئلة الواردة لكن أنتم إذا جاءكم في الامتحام تختارون أسهل إثنين وتجيبون عنها طبعا أولا أو واحد لم يكن أحمد شوقي أول من نظم الشعر المسرحي لكنه عد رائدا لهذا النوع من الشعر صح هو لم يكن أول من ألف ألف الشعر المسرحي بل سبقه اليازجي من لبنان بسرحيته على ما أعتقد المروءة والوفاء لكن عد أحمد شوقي هو قطب الرحاة في الشعر المسرحي وعده هو المؤسس والرائد في هذا الأمر لماذا؟ لهذه الأسباب أبناء الكرام وذلك لنجاحه في هاي واحد وبما امتلكه من موهبة شعرية عنده موهبة شعرية يستطيع أن يتكلم حتى على هذا التراب يصف لكه في الشعر لا يقف فوفق كثيرا في الشعر المسرحي واتساع أفق وحب لفني طبعا شاعر كبير مثل أحمد شوقي أكيد له أفق واسع في الشعر بدليل أن الصور الشعرية التي يأتي بها لا يأتي بها إلا من له مثل هذا الأفق المتسع في الصور الشعرية البعيدة والجميلة ثانيا لم يطلق لفظ مدرسة على شعراء جماعة الديوان أبناء الكرام احنا المدرسة في الشعر يجب أن يكون لها مؤسسون وأن يكون لها أتباع وأن تشييع هذه المدرسة لكن اللي صار فيه جماعة الديوان لم يكن من هذا الشيء طبعا هنا لم يصبح لها أتباع كثر ولم تنتشر هذه المدرسة وأنها بقت محصورة في شاعريني أو ثلاثة فلا يجوز أن نعدها مدرسة بل الأقرب لها أن تكون جماعة أن تكون جماعة ثالثا كانت قصيدة الشاعر عبد المحسن الكاظمي كالفيض الدافق طبعا لأنها تعبر عن إحساس صادق وشعور جياش ومسحة بدوية في مضمون القصيدة طبعا هذا الفرعباء جيم واحد بما اهتم الشاعر حافظ إبراهيم وماذا قدم لهم طبعا هو اهتم بالقصادة الاجتماعية ووجه الخصوص ما يخص الناشئة والنشئ الجديد وقدم لهم مجموعة من النصائح الجميلة جدا قدم لهم أربع صور الالتزام بالشمائل الحسنة والأخلاق الرفيعة ثانيا كيف ظهر الشعر التعليمي أول مرة وما دواعي ظهوره طبعا هو أول مرة ظهر الشعر التعليمي على شكل أراجيز لحفظ بعض المتون في بعض العلوم لكن الداعي في الحقيقة ابناء الكرام نحن نتكلم عن عصر ليس فيه تلفاز وليس فيه إذاعة وليس فيه تسجيل وليس فيه طباعة حتى فإذا كانوا يعملون هذا الشعر التعليمي ليسهل على الطالب إتقان العلوم وحفظ العلوم المختلفة يعني هو لتسهيل حفظ العلوم لتسهيل حفظ العلوم كما تعلمون وهذا الشعر ابناء الكرام يعني هذا فقط بالتذكير أنه تقريبا قد نظب الآن هذا الشعر التعليمي وأصبح قليلا جدا ولا أصبح يهتم به أحد وإنما الناس يهتمون بما ألف قديما كألفية بن مالك والألفيات في العقائد والألفيات في الفقه وغيرها من الأسئلة أيضا ابناء الكرام لدينا هي أسئلة عام 2021 الوزارية وسنبتدع أيضا بمادة القواعد يقول طبعا هذا السؤال الفرع ألف قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما اسم الاستفهام وحدد اسم الاستفهام وعربه موضحا السبب طبعا هنا عندنا اسم استفهام هنا واحد وهو قوله تعالى ما لكم فهذا ما هنا اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ مقدم وجوبا ليش مقدم وجوبا؟ لأن اسم الاستفهام لها الصدارة في الكلام ولكم طبعا هنا هو شبه جملة في محل رفع خبر مؤخر وجوبا باء لقد أعيا تلونك احتيالي وهل يغني احتيال في ملولي؟ انفي ما تحته خط بأداة نفي مناسبة موضحا السبب ثم أظهر النفي بأداة تنفي الفعل بزمن الماضي المتصل بالحاضر مع الضبط طبعا هو وضع لنا خطا تحت لقد أعيا طبعا هنا إذا أردنا أن فيها نقول والله ما أعيا ليش أبنائي الكرام؟ لأن الجملة أساسا هي مؤكدة مؤكدة بماذا؟ بلقد أبنائي الكرام هذه لقد من أعلى المؤكدات اللام إذا دخلت على قد من أعلى المؤكدات وهي تشبه القسم بل هي قسم تعد من القسم لذلك إذا أردنا أن نأتي مثلا بالماء النافية راح يكون عندنا الكلام لقد ما أعيا لا يجوز هذا الكلام في اللغة فماذا فعلنا؟ جئنا بشيء يعطي معنى القسم الوارد بلقد وهو لفظ الجلالة فأصبحت والله ما أعيا إذن رفعنا التأكيد الموجود بلقد وجئنا بتوكيد مشابه له وهو القسم ولقد مشعر بالقسم أيضا عندنا أيضا هنا قال ثم أظهر النفي بأداة تنفي الفعل بزمن الماضي المتصل بالحاضر مع الضب هنا عندنا الماضي المتصل بالحاضر إما لم وإما لما فنقول لما يغني بحذف اليا لأن لما تجزم الفعل المضارع وهذا الفعل المضارع مجزوم على مجزمه حذف اليا لأن الفعل معتل الآخر فإذا نعوضه بالحركة المناسبة وهي الكسرة فأصبحت لما يغني الفرع جيم يشكوك البين صب قل ناصره وللفراق خطوب تصدع الحجرة دل على المتقدم وبين حكم تقديمه والسبب طبعا عندنا في الشطر الثاني وللفراق خطوب تصدع الحجرة الفراق هذا شبه جملة من جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم هل وجوبا أو جوازا؟ خلونا نشوف الجاي وراها شبه خطوب المفروض يكون هذا مقدم وجوبا لكن هنا ليس وجوبا للخبر مقدم جوازا لماذا؟ لأن النكرة التي جاءت بعدها المبتدأ جاء نكرة لكن هاي النكرة كانت موصوفة هذه الجملة صفة لخطوب تصدع الحجرة صفة لخطوب إذن عندنا نكرة مخصوصة المبتدأ جاء فيجوز أن يتقدم الخبر عليه ويجوز أن يتأخر فيعني لا وجوبة في الأمر دال حم الفؤادي ما تشاء يطق به إلا جفاك فذاك لست أطيقه فذاك لست أطيقه ما حكم الاستثناء؟ ولماذا؟ وكيف توجه إعراب المستثناء؟ طبعاً إحنا الاستثناء هنا عندنا تام متصل مثبت يعني ليس فيه ما تحمل فؤادي إلا جفاكة إذن هذا استثناء مثبت متصل أيضاً هنا لدينا أما بحكم المستثناء عراب المستثناء هنا إلا جفاكة الحكم واجب النصب لماذا واجب النصب؟ لأن الاستثناء عندنا متصل وتام فإذا جاء الاستثناء متصل وتام غير منفي وجب أن نعرب المستثناء منصوباً على الاستثناء إذن جفاكة المستثناء جفاكة مستثناء بألا منصوب وجوباً وعلى ما تنصبه الفتحة وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة ها احذر عدوك تسلم من خديعته إن العداوة جرح ليس يندمل في البيت مفعول به متأخر قدمه وجوباً وبطريقتين مع ذكر الغرض من التقديم هو المفعول به أين؟ احذر عدوك هذا المفعول بالمتأخر يسا يطلب مننا أن نقدم هذا عدوك وجوباً لا جوازاً شلو أن نقدم وجوباً لا جوازاً؟ هكذا إما نجعله متقدم ونقدم عليه هنا مثلاً أما الشرطية فيكون عندنا واجب التقديم المفعول به فيصبح الكلام أما عدوك فاحذر أو مثلاً نقدم عدوك ببدون أما ونضع الفا الرابطة مع فعل الأمر الذي يجي بعده على تقدير وجود أما فيكون عدوك فاحذر الغرض طبعاً هنا من التقديم هو التوكيد والاهتمام والعناية ما أنت إلا زمان العمر مذهبه بالثغر والشعر إصباحي وإمسائي ما نوع ما ولماذا ضع فعلاً للنفي بدلها وغير ما يلزم طبعاً ما هنا مهملة غير عاملة نافية مهملة غير عاملة لماذا لأن نفيها انتقض بإلا ودائماً العاملة إذا جاء إلا بعدها فإنها تنقض عملها فإذن هنا نغير فنقول مثلاً ما أنت إلا زمان نرفع أو ننفي بفعل فيصبح الكلام لست إلا زمان العمر لست إلا زمان العمر لدينا أبناءنا الكرام أيضاً من أسئلة عام 2020 في مادة القواعد هذا السؤال وفي عدة فروع نأتي على الفرع الأول منه قال تعالى وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً هذا الآية الأخرى قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً اعرب قليلاً الوارد في النصين الكريمين مع ذكر السبب طبعاً قليلاً الأولى منصوبة على الاستثناء يعني مستثناء منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن الاستثناء هنا تام متصل متبك أما بالنسبة إلا إلى قليلاً الثاني يا أبناء الكرام فالاستثناء عدنا استثناء مفرغ يعني المستثناء منه لم يذكر فما بعد إلا سيأخذ حكم المستثناء منه فتعالوا نشوف ماذا كان وما أوتيتم يعني شيئاً من العلم إلا قليلاً فقليلاً بدل من شيئاً إذا نعرب قليلاً أبناء الكرام على أنها منصوبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره والسبب بسيط لأن الاستثناء مفرغ وكما ذكرنا الاستثناء المفرغ المستثناء منه لا يذكر هذا فرق الاستثناء المفرغ عن الاستثناء الاعتيالي التام يعني با أولاً ما كان زهداً بيننا وكيف أزهد فيك وأنت أنا عين اسم الاستفهام وأعربه مع ذكر السبب طبعاً هنا ابناء الكرام هو اسم الاستفهام وكيف أزهد وكيف أزهد فيك وأنت أنا يعني أزهد فيك كيف فكيف هنا اسم استفهام مبني في محل نصب حال للفعل أزهد فيك ليش؟ لأن الفعل الذي جاء بعده تام الفعل الذي تلاه فعل تام إيش فعل تام؟ يعني لم يحتج إلى مفعول به حتى نقول أن كيف هنا مفعول به ولم يحتج إلى أي أمر آخر فنعرض كيف هنا على أنها حال لكن هذا الحال متقدم والسبب بسيط لأن اسم الاستفهام لها صدارة في الكلام يجب أن تتقدم ثانياً إن الأمور لها رب يدبرها وكل شيء بأمر الله مؤتمر ما حكم تقديم الخبر؟ ما حكم تقديم الخبر؟ ولماذا؟ وكيف تجعل الحكم مغايرا؟ تعالوا لنرى أين الخبر إن الأمور لها هذا هو خبر إن لها رب العفوها عندنا جملة اسمية متكونة لها رب فلها شبه جملة في محل رفع خبر مقدم ورب مبتدأ مؤخر جاء جوازاً وليس وجوباً ليش؟ لأن وإن كان وإن كان نكرة لكنه وصف بالجملة التي بعده فأصبحت نكرة موصوفة ومن يكون عندنا نكرة موصوفة يجوز أن يتقدم عليها الخبر ويجوز أن تتقدم هي على الخبر إذن هنا تقديم الخبر جائز بأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة مخصصة الحكم المغاير يعني نجعل لها حكماً مغايراً سوى هذا أن نقول مثلاً لها رب أو إنما لها رب يدبرها إنما لها رب أو ما لها إلا رب يدبرها أو للأمور ربها هذا هو الأحكام المغايرة لهذا الحكم الفرع جيم السؤال أول أجب أيها القلب الذي لست ناطقاً إذ لم أشاور ولست بسامعي أثبت النفي الوارد بفعل النفي في الشطرين طبعاً لست ناطقاً ولست بسامعين هو قال أثبت النفي الوارد بفعل النفي في الشطرين يعني أن ترفع النفي هنا تثبت أثبت الكلام الوارد بفعل النفي أثبت النفي تقول أنا ناطق وإني سامع هنا أكدنا سامع وجعلنا أنا مثبت هنا ثانياً نقول لا أحترم إلا ذا ثقة اجعل الاستثناء من نوع آخر وأعرب المستثناء بعد التغيير طبعاً هنا لا أحترم أحداً إلا ذا ثقة لماذا؟ هنا أتينا بالمستثناء منه أحداً الجملة الأولى لا أحترم إلا ذا ثقة لا هذا استثناء مفرغ هذا الاستثناء الثاني أصبح لدينا استثناء تام وليس مفرغ لأن المستثناء منه ذكر هنا لا أحترم أحداً إلا ذا ثقة فيكون ذا إعراب وهنا منصوبة على الاستثناء وعلى ما تنصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة وهي مضافة وثقة مضاف إليه مجرور أو ذا نعربها على أنها بدل منصوب من أحداً يعني بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وهي مضاف ثقة مضاف إليه أيضاً ابناء الكرام من أسئلة الامتحان الوزاري لمادة القواعد التي وردت في سنة 2021 هذا السؤال طبعاً باء أولاً نقول أي نجاح نجح أخيك ما دلالة أي وما إعرابها في المثالين طبعاً أول واحدة نقول أي نجاح نجح أخوك الدلالة للحدث أي هي لا تسأل عن أخيه وإنما تسأل عن النجاح وهو الحدث أي هنا اسم استفهام يعرب على أنه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا؟ أي نجاح نجح أخوك لأن نجاح هنا مصدر وجاء بعده فعل من لفظه نجح والمصدر كما تعلمون يأتي مؤكداً لعاملي فهذا هو المفعول مطلق فأي هنا اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول مطلق هنا أما بالنسبة للجملة الأخرى أي نجاح نجاح أخيك فهنا الدلالة لغير العاقل هنا يسأل عن النجاح الدلالة لغير العاقل أي هنا اسم استفهام مبتدأ أو خبر مرفوع علامة رفعه الضم يعني إذا تعربه مبتدأ يصح وذا تعربه خبراً أيضاً يصح ثانياً وَدَعِ الرُّكُونَ إِلَى الْحَيَاةِ فَتَقْتَنِعُ دُلَّ عَلَى الْمُتَقَدِّمُ وَبَيِّنْ نَوْعَهُ وَحُكْمَهُ وَالسَّبَبُ هنا عندنا ضمير أن نصب إياك تقدم على فعله أعني وهنا واجب التقديم لماذا؟ لأننا إذا أخرنا سنحول الضمير من ضمير منفصل إلى ضمير متصل ونحن نريده ضمير منفصل حتى يعطينا الفائدة البلاغية وهي فائدته في التوكيد والتخصيص يعني لما يتقدم المفعول به أبناء الكرام يعطينا معنى جديد وهو ما يسمى بالتخصيص فلما أقول إياك نستعين نفهم من هذا من تقدم والمفعول به إياك أن الاستعانة لا تجوز بغير الله جل جلاله وعم نواله هذا في القرآن الكريم في سورة الفاتحة إذن هذا الضمير إذا أرجعناه فأصبح ضميرا متصلا يعني عنيكا تصبح راح علينا هذا المعنى المقصود نريد هذا المعنى فإذن إذا أرجعناه سيتحول الضمير من ضمير فصل إلى ضمير متصل وبالتالي يضيع علينا هذه الفائدة التي هي التوكيد والتخصيص إذن هو هنا أفادى التخصيص والتخصيص نعم وأيضا التوكيد السؤال جيم الفرع جيم السؤال الأول لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال ما الزمن الذي نفته لا ثم إن في الجملة بزمن الحاضر مرة بقرينة ومرة بدون قرينة طبعا هي هنا لا يدرك هي هنا نفت الزمن الحال والمستقبل لا يدرك أما بقوله أنه يريد نفي الجملة بزمن الحاضر مرة بقرينة القرينة يعني تأتي ما يشعر أنك أردته الآن مثل الآن الآن وهذه اللحظة لذلك نقول لا يدرك المجد الآن أو لا يدرك المجد الآن إذن الآن هذه بقرينة نفينا هذا الزمن الزمن الحال الآن الحاضر بالقرينة وهي الآن بدون قرينة ما يدرك المجد خلاص هذا للحال ولغير الحال ثانيا بلى قد عدت يا قلبي إليها فهذا الدمع منسكب صديب صغ سؤالا يكون ما تحته خط جوابا لا يعني هو جعل تحت بلى خط كيف نجيب عن هذا السؤال نقول ألما تعد يكون الجواب بلى أعد نازلنا أبناء الكرام في الأسئلة الوزارية لعام 2021 وقد أكملنا الإجابة عن أسئلة القواعد ننتقل الآن إلى أسئلة الأدب العربي ونبتدئ بهذا السؤال فرع ألف شاعر عربي من أسرة غنية لها صلة بأمور الحكم والسياسة نفي إلى خارج وطنه وعانى كثيرا من الشاعر وما عنوان قصيدته أكتب له ثلاثة أبيات منها مضبوطة بالشكل طبعا الشاعر هو أحد رواد مدرسة الأحياء أو أحد رواد عصر النهضة الأدبية وهو الشاعر الكبير رحمه الله محموز سامي البارودي هذا أحد من أعادوا هيبة الشعر العربي من جديد وأحياه من جديد رحمه الله عنوان قصيدته التي لديكم في منهجكم أبا الدهر فيقول فيها أبا الدهر إلا أن يسود وضيعه أبا الدهر إلا أن يسود وضيعه ويملك أعناق المطالب وغده فحتى منسري في دياجير محنة يضيق به عن صحبة السيف غنده إذا المرء لم يدفع يد الجور إن سطت عليه فلا يأسف إذا ضاع مجده هذا ما يخص الفرع ألف بالنسبة للفرع أجب عن أولا أو ثانيا يعني أنتب الخيار نحن سنجيب عن كلايهما أولا كيف بنى الشاعر عبد الرحمن شكري قصيدته وبأي أسلوب طبعا هو بنى قصيدته على الألفاظ العاطفية التي جسدت الأفكار واستخدم أسلوبا رائعا واضحا بسلاسته وبعبارته الواضحة المعالم ونفسها القصير مع جمال الديباجة وسمو المعاني يعني كان قد اختار معاني سامية جدا وصور شعرية عذبة وسلسة جدا فكانت يعني قصيدته من القصائد الجميلة جدا في الشعر العربي الحديث طبعا ثانيا ما تسمية شعراء المهجر الجنوبي طبعا إحنا عدنا ابناء الكرام شعراء المهجر نوعين في شعراء المهجر الجنوبي وعندنا شعراء المهجر الشمالي وكل منهما يختلف عن الآخر في المنهجية وفي التسمية ومن كان في طليعتهم وكيف كان شعرهم طبعا هما أولا تسميتهم سموا بجماعة العصبة الأندلسية لماذا سموا بهذا الاسم؟ إما تأثرا بالشعر الأندلسي طبعا لم يذكر في الكتاب هذا أو لأن الأصول التي كانوا يعيشون فيها كان الغالب منها تكلمون الإسبانية وكان آثار اللغة وآثار الأندلسيين عندهم في أمريكا الجنوبية كثير جدا وواضحة المعالم فهم بكل الأمرين اختاروا هذه التسمية اللي هي جماعة العصبة الأندلسية طبعا كان في طليعتهم من الشعراء شفيق المعلوف والشاعر القروي الكبير رشيد سليم الخولي وإلياس فرحات طبعا هما على العكس من شعراء المهجر الشمالي لم ينساقوا وراء التحرر العنيف من القواعد الصالمة للغة العربية الشماليون مثل جبران خليل جبران ميخايل نعيمة وإلياب ماضي وغيرهم أولئك دعوا إلى التحرر الكبير في البناء الشعري في القصيدة العربية لكن هؤلاء شعراء مهجر الجنوب لم يدعوا إلى التحرر الكامل من البناء الشعري للقصيدة العربية والعروض وحافظوا على الاعتدال في الأوزاني والعربية متأثرين بالشعر الأندلسي وموشحاته ولعل هذا هو السبب الرئيسي في تسميتهم بشعراء جماعة العصبة الأندلسية سؤال الأول فرعجيم نظمت الشاعر نازك الملائكة قصيدتها مر القطار على تفعيلة البحر الكامل متفاعل علل ذلك طبعا السبب هو هنا سبب صوتي لأن فيه هذا البحر أو هذا الوزن فيه امتداد صوتي وثقل يناسب موضوع الانتظار الذي ركزت عليه في القصيدة كثيرا ما الذي ثانيا ما الذي اتخذته مدرسة الأحياء من شعرنا القديم طبعا هما اتخذوا من الشعر القديم مثالا يسيرون على خطاف الأغراض الشعرية والأسابليب اللغوية وكثيرا من الصور الشعرية وأيضا من ضمن أسئلة الأدب لعام 2021 أسئلة امتحان الوزاري لدينا هذا السؤال ألف للشاعر عبدالقادر رشيد الناصري قصيدة أو قصيدة في منهجك ما عنوانها وما تعد اكتب لنا أبياتا ذكر فيها الفرات طبعا هي قصيدة التي في المنهج عنوانها النخلة سيدة الشجر أو سلطانة الشجر طبعا هي تعد طريفة في موضوعها لم يؤلف قبلها على حسب علمي مثل هذا يعني في النخلة فقط يحكي كأنه هو النخلة ويحكي عن حال النخلة وغيرها استخدم النخلة كرمز أو غيرها وقد أجاد الشاعر فيها كثيرا طبعا هو الموضوع طريف موضوع النخلة يعني غير مطروق كثيرا في الشعر العربي طبعا اخترنا لكم هذه الأبيات التي فيها ذكر نحر الفرات قال وفي الفرات صبايا الريف كم عقدت في الليل مجلسها كم عقدت في الليل مجلسها لللهو والسمر إذا الفرات جرت ماسا مساربه قالت له النخلة الفيحاء ما ضرري أنت الفرات وإن النخلة شرفه ما أورد المصطفى المختار من خبري اخترنا لكم هذه الثلاثة أبيات فيها ذكر الفرات لا يوجد سواها طبعا الفرع باء أجب أولا أو ثانيا أولا من خصائص المقالة الذاتية والضحى طبعا الذاتية ابناء الكرام هي أساس المقالة لأن المقالة هي ليس الهدف منها إيصال معلومة معرفية للمقابل وإنما غالبا هي الهدف منها إيصال أحاسيس ومشاعر ومشاكل كاتب المقالة لذلك كما ترون في المقالة ترى شخصية الكاتب واضحة جليلية إذن هي تمثل انعكاسا لرؤية كاتبها وتنبئ عن مشاعره وأحاسيسه وليس هدفها نقل المعرفة كما قلنا فشخصية الكاتب واضحة قوية لأن المقالة تعبر عن وجهة نظره ثانيا أين يضع النقاد الشعر الوجداني؟ طبعا يضعونه في مقدمة الشعر على الإطلاق لأنه أول شعر عرفته البشرية ولماذا لجأ إليه الإنسان؟ وكيف جاء أول الأمر؟ لجأ إليه الإنسان لأن الإنسان يحب أن يعبر عن مشاعره وعواطفه وهمومه فالشعر الوجداني هو خير من يمثل هذا الشيء لذلك تكثر فيه ما يسمى بالذاتية لأنه يتكلم عن مجموعة مشاعره التي يمر بها في الشعر الوجداني وكيف جاء أول الأمر؟ طبعا هو بدأ في بيت أو بيتين ثم تطور إلى أن ترافقه بعض الموسيقى ثم أصبح مقطوعة ثم بعد ذلك أصبح قصيدة طويلة جيم عرف الوصاية ثم اكتب ما تحفظه من وصية أديب ينصح ابنه باختيار الصديق المخلص من البداية إلى والعين بالعين طبعا الوصية هي ما يوصي به الآباء أبنائهم وما يوصي به قوات جنودهم وما يوصي به الأمراء مؤتمرهم وهي تدعوهم إلى النص وهي نصائح مجموعة نصائح تسمى الوصية من هذا طبعا لدينا هذه الوصية التي طلب منا أن نذكرها ونقرأها عليكم يا بني أعلم أن الصديق الصدوق ثاني النفسة وثالث العينين وهو كالشقيق الشفوق والصديق عمدة الصديق وعدته وربيعه وزهرته مثل الصديقين كاليد تستعين باليد والعين بالعين هذا هو نهاية المادة الوصية كذلك أبنائي من أسئلة الأدب التي وردت في أسئلة الوزارة أو الأسئلة الوزارية لعام 2021 لدينا هذا السؤال والذي يقول فيه أيضا هو مصمم من عدة فروع نبتدع بهذه الفروع نقرأ الأسئلة ونجيب عنها تباعا ألف ما المدلول اللغوي للمفردات أدنى ثم ردها إلى أبياتها طبعا عندنا هذه ثلاث كلمات بان الخليط ما مدلولها اللغوي بان الخليط أي تفرقوا والخليط هم الصحب والأصدقاء بان الخليط بان أبناء الكرام أنتم العراقيون بوجه الكصوص ليس بمعنى ظهرة بان بمعنى ابتعدة بانت سعاد أي ابتعد السعاد ابتعادا طويلا جدا فإذن أبناء الكرام بان في اللغة العربية بمعنى ابتعدة فهنا بان الخليط أي تفرقوا وذهبوا كل ذهب إلى حال سبيله تعيا من العيوة والتعب طبعا البيت الخاص بي نسينا أن نذكره بان الخليط قوله لقد بان الخليط فلا خليط وقد بعد الحبيب فلا حبيب طبعا الكلمة الثانية تعيا والعي هو التعب أبناء الكرام تعيا تتعب أو تضيق ومنه قول الشاعر الجواهري بحسب نفسك ما تعيا النفوس به من فرطم طلق أو فرطم حذري الكلمة الثالثة حرق الهوى هذه جاءت في قصيدة جمال قصيدة بغداد طبعا حرق الهوى يعني شدة الاشتياق والبيت هنا بالشاطئ المسحور يحضنه الدجا فيكاد من حرق الهوى يتنور هذه بالنسبة إلى هذه الكلمة لدينا الفرع باء وقال أجب عن أولا أو ثانيا أولا من كان يتقدم كتاب القصة القصيرة في العراق وكيف انصبت جهوده الإبداعية وبما تأثر طبعا كان يتقدمهم كاتب اسمه محمود أحمد السيد وهذا وإن لم تكن كتاباته على صورة فنية بليغة جدا إلا أنه كان رائدا في هذا في القصة القصيرة حيث كتب وألف كثيرا من القصص وكذلك اتصل بكتاب القصص القصيرة في الوطن العربي وترجم عدة قصص من الآداب الأجنبية إلى العربية وهذه تعتبر جهود إبداعية وهذا هو أثره الكبير الذي عد به رائدا رئيسيا للقصة القصيرة في العراق طبعا كان متأثرا بما حاق بالبلاد من أخطار أو بما كان يحيق بالبلاد من أخطار تأثر بها لذلك نبه عليها كثيرا في قصصه الموجودة عندنا فرع جيم ماذا توحي الكلمات الآتية؟ المرؤة والوفاء ماذا توحي المرؤة؟ طبعا هذه توحي لنا اسم مسرحية شعرية هي أول مسرحية شعرية ألفت في الأدب العربي وهي كانت من تأليف خليل اليازجي من لبنان ثم عندنا الله والشاعر الله والشاعر توحي لنا في منهجكم بقصيدة كانت تحمل هذا العنوان هي لعلي محمود طاه المهندس ثم لدينا الملاحم الموضوعة الملاحم الموضوعة أبناء الكرام هناك شعر اشتهر في الأمم غير العربية يسمى بشعر الملاحم مثل الإلياذة ومثل عدد كبير من الملاحم ومثل عندنا في العراق في تاريخ العراق القديم التاريخ السومري الأكدي لدينا ملحمة قلقامش وأمثال هذه الملاحم فهذه تسمى ملاحم أما الملاحم الموضوع أبناء الكرام جاء بعض الشعراء في هذه الأمم نظروا فإذا أدبهم خالي من هذه الملاحم فماذا عمدوا؟ عمدوا إلى اختراع ملاحم ليس لها وجود فذكروها وذلك حتى يكون لأدب أممهم نصيب من هذه الملاحم فسميت بالملاحم الموضوعي يعني المبتدع المكتوبة لا أساس لها من الصحة مثالها الإلياذة ليست الإلياذة الأولى هذه الثانية لفرجيل والكوميديا الإلهية لدانتي هذه أمثلة للملاحم الموضوع ثانيا أعلن شعراء أبولو أهداف تجمعهم الشعري فما أبرزها أختر أربعة منها طبعا أخترنا لكم هذه الأربعة الدعوة إلى الثورة على التقليد والتمسك بالأصالة والتجديد السموب الشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء فنيا تطوير الأسلوب الشعرين طلاقا من التعذير عن العاطفة الرقي بمستوى الشعراء أدبيا واجتماعيا والدفاع عن كرامتهم هذا أبناء الكرام يكون كل ما لدينا في هذه المراجعة الشاملة لأسئلة الامتحانات الوزارية لعامي 2019-2020-2021 نرجو أنكم قد استفدتم منها وشكرا لاهتمامكم وبالتوفيق لكم بالنجاح إن شاء الله في الحال والمآل اشتركوا في القناة